الثمنة بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أعلن قصر الإليزي أن رئيس الفرنسي إيمانوال ماكروس يستقبل اليوم الجمعة الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الرئاسة بالعاصمة باريس حضر الرئيس عبدالفتاح السيسي برفقة الرئيس الصربي أليكساندر فوتشيتش عرضا لأسلحة القوات المسلحة الصربية والمعدات العسكرية الدفاعية من الصناعة المخلية وذلك في ساحة التدريب ببيت الحراس العسكري في العاصمة الصربية بلغراد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حرص الحكومة على متابعة أداء السوق المصرية وتفاعلها مع الاضطرابات التي تشهدها الأسواق العالمية بسبب التدعيات السلبية للأزمات العالمية الراهنة وخلال اجتماع لمتابعة برنامج الطرحات الحكومية في البرصة أكد مدبولي أن الحكومة تهدف لاتخاذ الخطوات المناسبة لتفعيل البرنامج وتنفيذ وثقة ملكية الدولة مؤشرا إلى ما تليه الحكومة من أهمية خاصة لتعزيز أداء البرصة المصرية وتنشيطها وتشجيع الاستثمار المؤسسي فيها وتحسين بيئة التداول وخلال الاجتماع تم عرض دور الصندوق مصر السيادي لتنفيذ وثقة سياسة ملكية الدولة وذلك من خلال عدد من المحاور تتمثل فيه طرح بعض الحصص المملوكة للدولة في الشركات المقيدة في البرصة المصرية أكد الرئيس الأوكراني فلوديميل زيلنسكي بعد اجتماعه مع كبار القادة أن جيش بلاده لديه القدرة على تحقيق مكاسب في ميدان المعركة وإلحاق خسائر جاسيمة بروسيا وأضف زيلنسكي أن اجتماعه مع القادة ناقش إمدادات الأسلحة الحديثة مضيفا أنه يجب تصعيد حدة الهجمات على الروس وأشر زيلنسكي إلى أن قوات بلاده لديها إمكانات قوية للتقدم في ساحة المعركة وإلحاق خسائر كبيرة بالقوات الروسية قالت وزارة الخارجية الروسية أن أحدث مجموعة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو غير شرعية وسيكون لها عواقب وخيمة على الأمن وقطعات من الاقتصاد العالمية وأضفت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زخاروفا أن الاتحاد الأوروبي دفع نفسه إلى طريق مسدود وكان دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا على مجموعة جديدة من العقوبات ضد روسيا بسبب عملياتها العسكرية بأوكرانيا شملت حظر استيراد الذهب من روسيا وتجميد أصول أكبر بنك في البلاد سبيربانك رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بالاتفاق بين روسيا وأوكرانيا بشأن تصدير الحبوب الذي سيوقع اليوم وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ناد برايس إن بلاده ترحب بإعلان هذا الاتفاق من حيث المبدأ ولكن ما يهمها هو تحميل روسيا مسؤولية تنفيذ هذا الاتفاق والسماح للحبوب الأوكرانية ببلوغ الأسواق العالمية وأوضح برايس أنه تم اطلاع واشنطن على تفاصيل الاتفاق ويهدف الاتفاق الذي يتم تفاوض في شأنه منذ أكثر من شهرين إلى إخراج نحو 20 مليون طن من الحبوب الأوكرانية العلقة بسبب الأزمة عبر البخري الأسود أما رياضيا فتوج الزمالك ببطولة كأس مصر الموسم 2020-2021 بعد فوزه على الأهل بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولية وسجل ثنائية الزمالك كل من أحمد سيد زيزو في الدقيقة السادسة وإمام عشور عند الدقيقة الحادية والثلاثين بينما جاء هدف الأهل الوحيد عن طريق حسام خسن في الدقيقة الخامسة والخمسين وبهذا الفوز رفع الزمالك رصيده في سجل المتوجين باللقب إلى 28 لقبا خلف الأهل متصدر القائمة برصيد 37 لقبا نهاية مجزة ثمنة نعون الاستكمال باقي فكرة الصباح الخير يا مصر بعد الفاصل